السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد لو لسه اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو هتلاقي على قناتي في ريفيوهات كتيرة جدا عن اجهزة كتيرة جدا لو بتفكروا تشتروا اي جهاز كاربوائي هتلاقوا في حاجات كتير على القناة وكمان هتلاقوا في قسم لشرح جهاز العروسة واماكن تشتروا منها جهازكم لو في عروسة بتجهز تشتري جهازها باقل الاسعار وبقدم لكم كمان عروض لاماكن ممكن ان انتوا تشتروا بيها الحاجة باقل الاسعار وفيه كمان ريفيوهات عن تكيفية فيديو النهاردة زي ما انتوا شايفين هنتكلم عن جسلة الاوتوماتيك الاريستون 9 كيلو هقولكم كل حاجة عنها مميزاتها وعيوبها وكل حاجة في تفاصيلها يلا بينا على الفيديو طبعا غسلة اريستون هي من احسن انواع الاغسلات اللي موجودة في مصر ان احنا ممكن نشتريها غسلة حلوة بكل حاجة فيها هي غسلة طبعا زي ما احنا عارفين هي مستوردة مش مصري خالص هي ايطالي كانت قبل الدولار كانت بتتقفل كانت بتيجي كلها على بعضها ايطالي من برا بعد الدولار لما ارتفع فطبعا علشان يجيبها لنا كلها ايطالي من برا هتبقى التكلفة بتاعتها هتبقى كتيرة فهيضطر ان هو يعرضها بسعر ازيد من سعرها طبعا الحالي فنتيجا هي يعني من ايطاليا كلها فابتدوا ان هما الغسلة هي ايطالية بس قطع الغيار بتروح تقفيل اتحاد اوروبي بتروح في مصنع بتاعهم من دول الاتحاد الاوروبي بتتقفل فيها عشان يقدروا ان هما سعرها يكون يعني هي سعرها مش رخيص قوي بس بالنسبة للمركات يعني هي في المتناول هي اغلب حاجة بسيطة قوي يعني لكن لو هيجيبها لنا ايطالي بالكامل فهتكون التكلفة بتاعتها عالية الغسلة من اهم حاجة بتميزها غسلات اريستون ان هي فيها تقنيات كتيرة اللي بتحتاجها ربة المنزل طبعا هي متوفر منها كذا موديل وكل موديل له سعره وكل موديل لامكانياته الغسلة اللي قدامنا دي دي اللي هي 9 كيلو بمجفف وفي منها من غير مجفف اللي بتكون بمجفف دي بيكون سعرها اغلب حوالي 1000 جنيه هي كمان فيها من اهم ما يميزها ان هي بتعمل على تحسين القدرة على تنظيف اشد البقع المتسخة وكمان بتطلعينا الغسيل ما بتخلهوش ممتصق في بعضه في بعض الغسلات بتطلع الغسيل كله تحسوه كتلة واحدة كده ما تبقوش عارفين تطلعه الغسيل من بعضه طبعا لما بيكون فيه غسيل وماشه رقيق او حاجة ممكن ان الغسيل يتقطع معينا لما نيجي نفككه كمان متوفر منها كزا تصميم فيه منها الوان فيه لون فضي وفيه لون سلفر وفيه لون ابيض كمان هي الحلة بتاعتها من مادة التيتنيوم اللي هي غير قبلة للصدى دي من افضل الماتيريا اللي يعني كمان بتتوفر منها عدة حمولات فيه من اول 7 كيلو لحد 11 كيلو بعض الغسلات في اريستون فيها خاصية التكفيف زي ما قلتلكم فيه منها من غير مجفف اللي بيكون بمجفف بتكون اغلى كمان بتساعدنا على اللي فيها مجفف دي بتساعدنا على ان الجسيل بيطلع منها ناشف تماما تمام كمان اهم ما الجسيل بيطلع ناشف تماما هي دي قدرتها 9 كيلو فيه 11 كيلو بمجفف دي بتكون اغلى في السعر دي 9 كيلو فيها المجفف لو هنستخدم البرنامج اللي هو بتاع المجفف فهنحط 6 كيلو بس ليه بقى لان الجسيلة علشان تطلع لي الجسيل ناشف فهي بتلف على اقصى سرعة عندها فطبعا ماينفعش ان احنا نكون مليينها على اخرها وتلف في السرعة العالية دي فده هيعيق الحركة بتاعتها ومش هتطلع لي النتيجة اللي احنا عايزينها فطبعا لما بيكون فيه جسيلة بيكون بمجفف فلازم نحط الملابس تكون اقل من حجم الجسيلة نفسها يعني دي بتشيل 9 كيلو لو هنقصر الجسيل عادي لو هنقصر بمجفف هنحط 6 كيلو بس كمان فيها برنامج هو لجسيل الاطفال علشان الحساسية وبيخسل وكمان علشان هدون الاطفال ما تتسببش في حساسية ان هي بتعقم الجسيل كمان جسيلة فيها طبعا مدخل للمية الصخنة ومدخل للمية البردة احنا بنحدد درجة الحرارة اللي احنا عايزينها دوران الحلة في الداخل بيتام طبعا بطريقة انسيابية بتخلي الجسيل يتقلب كويس وبتساعد في تنظيف الجسيل بشكل مثالي دون احتكاك بيدر بالغسيل في ناس بتشتكي من بعض الغسلات ان هي بتطلع الغسيل وتقطع فدي لأ طبعا كمان تدفق المية فيها بيكون مميز ان المية بتكون من كذا اتجاه وده بيساعد على ان الغسيل بيتشاطف كويس وبتشيل البقع منها كويس وكمان بتشيل الصابون منها كويس كمان الحلة بتنظف نفسها اوتوماتيكيا بعد الغسيل مش هنحتاج ان احنا نعمل دورة خل والكلام ده هي بتنظف نفسها بنفسها كمان جسلات ارستون هي متوفرة يعني موجودة ممكن نشتريها من بيتك هو واخد هي ملهاش مصنع هنا لكن بيتك هو واخد توكيل لها يعني خدمتها بعد البيع بتبقى عن طريق بيتك وفيه برضو القاهرة للمبيعات هي ضمانها خمس سنوات هقول لكم بقى على حجمها وعلى التفاصيل بتاعة الضمان وكل حاجة دلوقتي تعالوا بقى دلوقتي هنتكلم عن مواصفات الجسالة بالتفاصيل وكمان الابعاد بتاعتها طبعا هي اسم البراند هي ارستون وعدد سنوات الضمان بتاعها خمس سنين الساعة بتاعتها الساعة اللي انا بكلمكم عنها اللي انا عمل لكم عنها الفيديو تسع كيلو طبعا زي ما انا قلت لكم توفر منها من اول سبع كيلو لحد احداشر كيلو كل حاجة بسعرها نوع التحميل طبعا امامي اللي هي فول اوتوماتيك امامي عدد اللفات بتاعتها 1400 لفة وده اعلى لفات بالنسبة للجسالات موجود طبعا فيه في مركات تانية 1400 لفة بس انا بقولكم ده اقصى حاجة ممكن تلاقوها مفيش اكتر من 1400 لفة كمان هي فيها مجفف اللي انا بكلمكم عنها دي فيها مجفف اللي هي بدون مجفف منها اللون بتاعها فضي فيها طبعا شاشة ديجيتال طبعا موفرة للكهربا بتوفر في استهلاك الكهربا بتستهلكش الكهربا كتير هي فيها لخاصية الانفيرتر يعني كمان هي ملهاش صوت خالص وانتو مشغلينها مش تسمعونها صوت خالص ولا حركة ولا اي حاجة طبعا لما بنيجي نركب الجسالة وانتو نحنطلهاش قعدة لان القعدة دي بتبوز الجسالة ده الاي جسالة يعني هي ملهاش صوت خالص وما بتتحركش طبعا ما بتحسوش بيها وانتو مشغلينها كمان الساعة التكفيف بتاعها لو هنستغنم المجفف ستة كيلو زي ما قلتلكم وهي اصلا تسعة كيلو الارتفاع بتاعها بالسانتي خمسة وثمانين سانتي والعرض تسعة وخمسين ونص والعمق ستين ونص سانتي سعرها اللي هي التسعة كيلو بالمجفف عاملة احداشر سبعمية بعد الخصم هي الفترة دي عليها خصم عشرة في المية بالنسبة اللي هي بدون مجفف بتقل الف زي ما قلتلكم فسعرها عشرة سبعمية طبعا اسعارها بالنسبة لبقية الحمولات التانية هي زي ما قلتلكم بتبتدي من سبع كيلو لحد 11 كيلو الاسعار بتتفاوت طبعا حسب الامكانيات زي ما قلتلكم او حسب فيها مجفف او لا فهي بتبتدي من ستة ونص لحد تلاتاشر ونص هي كمان فيها برنامج لطيف قوي ده مناسب ان هي بتسيب 3% ملي من الرطوبة على الملابس ده مناسب جدا للملابس اللي هي الخفيفة زي الملابس الداخلية ان هي بتساعد الملابس ان هي ما بتدرج بالملابس كمان فيها تايمر بيأخر بدء تشغيل الجسالة عن طريق تايمر التأخير لمدة 24 ساعة وده برنامج برضو حلو اللي عاوز الجسالة تبدأ في عملية الجسل اتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش اللايك للفيديو اشتركوا في القناة